من جبال منطقة ويلتان ببوسعادة إلى تتويج بميدالية فضية في مسابقة دولية لإنتاج زيت الزيتون البكر المطلوب في الأسواق العالمية هكذا كان مشوار هذا المستثمر الفلاحي بعد سنوات من الجهد كاللي الشرف أنني نشارك في هذا المسابقة وهي مسابقة قرطاج الدولية في تونس كان لي الشرف أنني نتحصل على الميدالية الفضية اللي هي المرتبة الثانية وكنت متوقع أنني ندي الميدالية الذهبية العالم وكل يحوس على زيت الزيتون الكسترافير لأن الزيت العادي اللي كان عندنا تقليدي كان ما يتصدرش تحدي رفعه عامر لتطوير هذه الشعبة رغب الظروف المناخية الصعبة ليوظف تقنيات مكنته من إنتاج زيت زيتون بجودة مميزة لتحصل على الكسترافيرج تبدأها من الغراسة حتى السماد حتى الخطيار الشتلة حتى المراتب بوشتها للكسترافيرج الزيت زيتون بيخرج بجودة عالية جودة عالية يعني هي كما يقولك واحد اكسترافيرج وشني تبقى فيها حكي الطريقة التعجني الطريقة الثين الجنين تاعه وليزم تعد جنين تاعه حديثة لكن تخزر الزيتون ووقت تقدر تجني ووقت ما تضرش بلد جني بتخرج في الاكسترافيرج والطريقة تاع العصر لفاني المعصرة لازم فاني تعد معصرة حديثة هو نموذج حي لقصة نجاح جسدت ميدانيا اثبت بها صاحبها ان التمييز في الانتاج الفلاحي قادر على تجاوز حدود الوطن